موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ معين الطاهر أهلا وسهلا بك أستاذ معين في ستوديو الميادين نبدأ من فلسطين طبعا يعني ومن الانتفاضة التي حاليا هناك الكثير من التسميات لا هناك من سميها حراك هناك من سميها انتفاضة هناك من يطلق عليها اسم هبة أيا تكون هذا ما يفعله حاليا الفلسطينيون من انتفاضة في وجه الاحتلال الصهيون يعني برأيك إلى أين تذهب بأي اتجاه تذهب وكيف يمكن المحافظة عليها وعلى جدواها شكرا القناة الميادين على هذه الاستضافة ما أود قوله بعيدا عن التسميات المختلفة أن ما يحدث هو انتفاضة حقيقية ربما المشكلة أن البعض مننا لديه عقل نمطي يحاول أن يتمثل الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية ويعني يركب تكوينها على الانتفاضة الحالية الانتفاضة ليست بالضرورة أن تأخذ الأشكال السابقة ربما تأخذ شكل هبات تنمو وتكبر وتخفت ثم تعود لتنطلق مرة أخرى من جديد بشكل أقوى من المرة التي سبقتها أود أن أنوه هنا إلى أن الانتفاضة الحالية عمرها ليس شهرا هي في القدس مشتعلة منذ أكثر من عام ونصف دون توقف هذه المرة امتدت إلى مناطق أكثر امتدت إلى الخليل وإلى الوسط هي بدأت وخفتت العمليات نعم بدأت وخفتت أنا لا أتحدث عن العمليات أنا أتحدث عن الحراك بشكل عام لأنه لا يجوز أيضا أن نصور الانتفاضة لأنها فقط مجرد طعم بالسكاكين أو دهس بالسيارات هذه عبارة عن شرارات شرارة تتقد لتشعل هذا السهل السهل هو الحراك الجماهيري بمختلف أشكاله بمختلف مكوناته وصولا إلى المقاطعة الشاملة للعدو وصولا إلى أصيان كامل العمل سواء عمل ما يطلق عليه العدو اسم الذئاب المنفردة من طعم بالسكاكين أو من عمليات دهس أو حتى من عمليات إطلاق نار في عمق العدو هي عبارة عن محطات تلهب وتزيد من وهج الانتفاضة الحالية القائمة ما أود قوله هنا هو أن هذه الانتفاضة يقوم بها جيل يطلق عليه جيل أوسلو شباب أعمارهم من 18 عام إلى 20 عام أو من 16 عام إلى 20 أو 22 سنة هذا الجين ولد وترعرع في ظل أجواء اتفاقيات أوسلو وهذا دليل واضح على الفشل الذريع لهذه الاتفاقيات ولمناخ الذي حاول الصهاينة والأمريكان وبعض الأطراف الفلسطينية وضع المجتمع الفلسطيني والجين الفلسطيني القادم في هذه الأجواء من محاولة زرع لبذور للسلام أو لنوع من التطبيع الاقتصادي أو السياسي أو الأمني أو الاجتماعي مع الكيان الصهلوني هذا يعني تماما أن مرحلة بأسرها قد انتهت وقد فشلت وأن هناك مرحلة جديدة تحتاج إلى استراتيجية جديدة مختلفة كليا عن الاستراتيجية السابقة لكي ينطلق بها الشعب الفلسطيني مجددا نعم في موضوع حضرتك تحدثت عن المقاطعة أيضا هذه المقاطعة إلى أي حد ممكن أن تجدي حتى الآن من كل المقاطعات التي مرت بها القضية الفلسطينية نعم هناك عدة أشكال لهذه المقاطعة أعتقد أنه بداية يجب أن يكون هناك مقاطعة شاملة في الأراضي المحتلة لكل المنتجات الصهيونية للاقتصاد الصهيوني بأسره للتعامل ليس فقط من زاوية اقتصادية وإنما أيضا من زاوية سياسية ومن زاوية اجتماعية يجب أن يكون هناك نوع من القطيع الكاملة ما بين المحتل والشعب الفلسطيني يجب أن يعامل هذا العدو باعتباره عدو محتل لهذه الأرض الفلسطينية وما يطبع ذلك من إجراءات مختلفة يعني أنا قبل أيام أتيح لي أن أشاهد بإمكانهم المقاطعة لهذه المنتجات يعني ما هو البديل دائما عندما نتحدث عن المقاطعة يعني هناك من يسخر من المقاطعين ويقول يعني ما البديل يعني الشركات صارت عابرة للجنسيات وعابرة للقارات لا لا أنا أعتقد أن هذه المقاطعة ممكنة ممكنة حتى في داخل المجتمع الفلسطيني نفسه الاقتصاد الإسرائيلي مهيمن عليه بشكل آخر ورتكول باريس الاقتصادي ما بين السلطة الوطنية والكاين الصهيوني يخدع الاقتصاد الفلسطيني لتبعية الاقتصاد الإسرائيلي مع ذلك يستطيع المجتمع الفلسطيني أن يرجع خطوات إلى الخلف وأن يعتمد على إمكانياته الذاتية وقوات ذاتية كنت قد قبل قليل أن أقول لك شاهدت قبل أيام فيلم اسمه المطلوبين الثمنتعش عن قرية بيت سحور على ما أعتقد أو بيت جالا هذا الفلس المطلوبين الثمنتعش هم ثمنتعشر بقرة قرروا أهل هذه القرية أن يقاطعوا شركة التنوفا الإسرائيلية الموردة للحليب فاشتروا ثمنتعشر بقرة أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي قراراً باعتبار هذه البقرات الثمنتعش خطر على الأمن الإسرائيلي وبدأت مطارضة لهذه البقرات ومنع لتوزيع الحليب وفرض منع تجول على البلدة واستمرت هذه البقرات تنتج الحليب ويتم توزيع ويتم تهريبها من منزل إلى منزل ومن مزرعة إلى مزرعة هذه القرية هي التي قادت مسألة الامتناع عن دفع الضرائب شاهدنا بالفيلم كيف كان الاحتلال يدخل على البيوت ويصادر الأثاث المنزلي قصة حقيقية قصة حقيقية 100% فيلم تسجيلي بغالبيته وثائقي وثائقي نعم فأريد أن أقوله أن هذا نموذج طبعاً هذا نموذج ولكن لا يمكن تعميم ولكن أيضاً يجب أن نستفيد من الخبرات في هذا المجال أستاذ معين عندما كان هناك مقاطعة أوروبية حقيقية لكل المنتجات التي تخرج من المستوطنات الصهيونية كان فعلاً اهتز الاقتصاد الإسرائيلي وشعر بالخطر لماذا لا يكون هناك من تركيز على هذه الناحية هذا بالضبط هذا هو الشطر الثاني من المقاطعة الشطر الثاني من المقاطعة هي التي تهدف إلى تحقيق عزلة شاملة لإسرائيل على المستوى الدولي عزلة على المستوى الاقتصادي عزلة على المستوى الأكاديمي وشاهدنا الحقيقة في حرب غزة مثلاً شاهدنا تظاهرات في المدن الأوروبية بمئات الألاف وأحناً بالملايين من الأشخاص شاهدنا أن الأكاديميين البريطانيين على سبيل المثال قرروا بالكامل 343 أكاديمي بريطاني يعلنون التزامهم بحقوق الشعب الفلسطيني في رسالة نشرت على صفحة كاملة في صحيفة الجاردين نعم مثلاً هذا مثال هذا بمجهود ذاتي نعم لا شك نقول أن حركة المقاطعة البي دي اس هي التي تقوم بهذه المجهودات الجاليات الفلسطينية والعربية أنصار الشعب الفلسطيني من الأوروبيين والغربيين والعالم بأسرهم الذين يقومون بهذه المجهودات بكل أسف لا توجد مجهودات رسمية بهذا المجال هناك أيضاً زاوية أخرى للمقاطعة الحقيقة وأن ننتبه إليها وهي الزاوية التي تحاول ترويج العلاقات مع العدو الصهيوني العلاقات السياسية العلاقات الاقتصادية العلاقات الاجتماعية سابقاً كان إذا أدل مسؤول عربي بتصريح مسيء حول الكائن الصهيوني تقوم الأمة العربية بأسرها بتظاهرات من محيطها إلى خليجها الآن على هامش اجتماع الجمعية العامة لأم المتحدة خبر اجتماع وزير خارجية عربي بوزير الخارجية الإسرائيلي أصبح خبر عابر أصبح خبر ماشي يبدو أن هناك بعض العرب يودون أن يعيدوا مرة أخرى سياسة الشرط الإسرائيلي في المنطقة أو محاولة استخدام الإسرائيلي كشرطي من جديد في المنطقة العربية بعد أن فقد هذا الدور تماما في حرب الخليج الأولى والثانية وأصبح عبءا على الامبريالية الأمريكية والمجتمع الغربي هذه النقطة أيضا نقطة مهمة ضمن مجال المقاطعة ضمن مجال المقاطعة السياسية يجب أن نمنع العرب أو يجب أن يمتنع العرب عن القيام بأي نشاطات بهذا الاتجاه بالتأكيد لا تعاولون على هذا بالتأكيد لا تعاولون أستاذ معين لا لا نحن نعول وصلت العلاقات إلى مكان يعني صارت حلاف طبعا هناك صفقات غاز هناك الآن في بعض الدول يحاكم بعض المقاومون بتهمة الإرهاب وإساءة العلاقات مع دول صديقة هذا الآن يحدث ويحدث علنا وينشر على صفحات الجرائد لم يعد أمرا سريا أو مخفيا نحن نعول أساسا على الشعب الفلسطيني على الشعوب العربية على ما يمكن لهذه على الأصدقاء والمجتمع الدولي بشكل عام على ما يمكن أن تحدثوا هذه الانتفاضة في تغييرات كبيرة في هذه الدوائر ولكن في موضوع أيضا المقاطع يعني برأيك إلى أي حد ما حدث في العالم العربي يعني مما سمي بسورة الربيع العربي إلى أي حد ساهمت أيضا في أن يكون تكون إسرائيل ليست تلك العدو الذي كانت صورته في السابق يعني موجودة في الأذهان بل صارت حليف يعني حتى قبل ثورات الربيع العربي يعني منذ اجتياح الكويت عفوا منذ اجتياح العراق وغزو الكويت الحقيقة محاولة إعادة هذا الدور دور الشرطي الإسرائيلي في المنطقة هي محاولة دائمة شاهدناها يعني بشكل واسع خلال الحرب الأخيرة على غزة شاهدنا هذا الحصار المزدوج الذي يحدث في غزة محاولة الاستفادة من إعادة يعني مثلا في بعض الأحيان اعتقد بعض العرب أن بإمكانهم أن يستعينوا بالنفوذ الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل تتعلق بأنظمتهم أو بتحركات شعوبهم أو الثورات أو الحراك اللي ممكن ينتج في منطقتهم هذا ما أود قوله هو أنه يجب أن تعود إسرائيل منعزلة يجب أن تعزل حتى بدورها السياسي أو بمحاولة أن تقوم بلعب أو أي دور في حرب الخليج كانت إسرائيل عبءا كاملا على الإمبريالية الأمريكية منعت إسرائيل من الرد بشكل كامل على أي يعني على أي صواريخ على أي تحرك حتى الطائرة الأمريكية لم تعد تمر من فوق الأجواء الإسرائيلية حتى لا يستفذ هذا الجمهور العربي للقوات الأمريكية القادمة على هذه المنطقة هذا أثبت أن إسرائيل لم تعد شرطيا في ذلك الوقت وإنما أصبحت عبءا بعد ذلك خلال ما حدث هذا شيء مؤقت لزوم الحرب بعد هذا ولكن الحقيقة نحن كنا دائما نقول أن إسرائيل هي الشرطي الحارس لمصالح الإمبريالية الأمريكية في المنطقة طيب عندما بدأت مصالح الإمبريالية الأمريكية في المنطقة أو مصالح الغرب في المنطقة يتعرض لحالة من الاهتزاز وجدنا أن هذا الشرطي يحتاج إلى صواريخ باتريوت لحمايته يعني وجدنا أن هذا الشرطي الإسرائيلي لم يعد له دور فعليا الآن هذا الدور ولكن هو خسر دوره بالفعل في العام 2006 بعد حرب تموز يعني هذا كان الطم الكبرى بالنسبة لدوره في حرب 2006 هو خسر شيء أكبر من ذلك في الحقيقة أشياء كثيرة من ضمن أيضا دورك الشرطي في المنطقة نعم في حرب 2006 هو فقد قدرته على الردع لم يعود هذا يعني موضوع طويل ولكن لم يعود الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق أي إنجاز أو أي تقدم هذا الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح الأنظمة العربية في ساعات في سنة 1967 والذي تمكن في حرب تشرين المجيدة والتي شكلت انتصار عربي كبير يعني من أقل بجزءه السوري طبعا بجزء السوري وجزءه المصري عبر قناة السويس يعني شيء هائل وكبير لكن تمكن ومن خلال المناورات هنريكي سينجر في ذلك الوقت من أن يحقق ثغرة مثلا على الجبهة المصرية وإلى آخره كذا لكن في حرب تشرين وفي حرب غزة لاحقا نلاحظ أن هذا الجند الإسرائيلي لم يستطع أن يتقدم لم يعد الجيش الإسرائيلي قادر على أن يتقدم على الأرض الطائرة الطائرة لا تحتل والدبابة لا تحتل وهذا ما أثبتته حرب تموز وهذا ما أثبتته حرب غزة وربما يعود الفضل في جزء من ذلك الحقيقة إضافة إلى إمكانيات والاستعداد الكبرى للمقاومة الإسلامية في لبنان وللمقاومة الفلسطينية في فلسطين هذا جزء من العامل الذي أدى إلى تراهن الجيش الإسرائيلي بهذه الطريقة أنه في الانتفاضة الأولى تحول الجيش إلى شرطة فقد مهامه فقد الاهتمام بالوحدات البرية تبعته وبالتالي لم يعد الجندي قادر في حرب غزة في حرب غزة الأخيرة عندما يصبح كل جندي مربوط به شب لتحديد مكانه لمنع أسره يطبق خطة هني بعل ويدمر مناطق بأسرها حتى لا يتم أسر جندي إسرائيلي واحد هذا الجيش أنا أقول لك أنه في أي مواجهة قادمة جيش لم يعد قادر على الإطلاق على الانتصار هو جيش مهزوم وهو فعلا يعني أوهى من شبك العنكبوت سنتابع النقاش ولكن بعد عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم من عمان نبدأ جولتنا على أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية حيث عنونت صحيفة الوطن سوريا لا انتخابات رئاسية مبكرة قبل القضاء على الإرهاب اليمن المشاورات في المرحلة التحضيرية الاحتلال يعدم ميدانيا شابين فلسطينيين بالضفة وإلى الأردن مع صحيفة الدستور حيث جاء في عنوينها شاهدان في بيت لحم والاحتلال يحكم بسجن الشيخ رائد صلاح أحد عشر شهرا ثلاثمائة واربعون أستاذا جامعيا في بريطانيا يقاطعون الجامعات الإسرائيلية تدمير سيارتين وأعطاب ثالثة وجرح من فيها داخل الأراضي السورية وإلى سوريا مع صحيفة الثورة الجيش يقضي على ستين إرهابيا بريف إدلب ويسقط سبع طائرات مسيرة في ريف درعا ويدمر أوكارا لداعش بريف حمص أمريكا تقر بضرورة مشاركة إيران روسيا نعمل على منع انتشار الإرهاب في العالم ونواجه صعوبة في العثور على القوى المعتدلة كليتشدار أوغلو عشرة ألاف تركيين انضموا لصفوف داعش ومشتقاته الإرهابية في سوريا وعد بتغيير سياسة تركيا الخارجية في حال استلامه السلطة وإلى صحيفة شرق الأوسط حيث عنونت توجه أمريكي لإرسال قوات خاصة إلى سوريا خادم الحرمين وأوباما يبحث نهاتفيا الأزمة وواشنطن تؤكد تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة ولد الشيخ مفاوضات اليمن خلال أسبوعين والتحضيرات في الرياض ومسقط دعا إلى أطلاق السجناء وإيجاد ممرات إنسانية لاستعادة الثقة وإلى لبنان مع صحيفة الأخبار الروس أفشل هجوما على دمشق خطة تشهيب إلى الفشل والحراك الشعبي يتصدع أما في صحيفة الوسط البحرينية فنقرأ أوباما والعاهل السعودي تعهد بزيادة دعم المعارضة السورية وأمريكا تدعو إيران لمحادثات فيينا والختام من مصر مع صحيفة الأخبار تصويت خافت في انتخابات بلا طعم السيسي مع بن زايد مصر ملتزمة بأمن الخليج بهذا العنوان نصل إلى الختام والآن عودة إلى متابعة آخر طبعة شكرا لزهراء الديراني على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أي من العنوين تريد أن تناقش كنا نناقش موضوع المقاطعة ومر معنا أيضا عنوان العنوان نفسه مر معنا في موضوع المقاطعة لماذا لا يتم أيضا التركيز مجددا على الاتحاد الأوروبي وعلى هذه المقاطعة التي فعلا أثرت في الاقتصاد الإسرائيلي حاليا هناك تراجع هذا التراجع في الحقيقة له أسبابه من أسباب هذا التراجع دعيني أتحدث على الجانب الفلسطيني والمسؤولية الفلسطينية في هذا التراجع في مرحلة من المراحل منذ ما بعد اتفاق أوسلو أصبح تركيز السلطة الفلسطينية الرئيسية صب على الأرض المحتلة هذا أدى إلى تضاؤل في دور المنظمات الشعبية الفلسطينية وفي الداخل سأعطيك مثال أنا مثلا كنت كادر قيادي في تحاط طلاب فلسطين وقائد الكتيبة الطلابية التي نشأت تحاط طلاب فلسطين هو الذي أسس الثورة الفلسطينية المسلحة عندما أنشأ ياسر عرفات ورفاق ورابطة طلب الفلسطين في القاهرة سنة 1953 وكان وأغلب سفراء منظمة التحرير في المرحلة ما بين السبع وستين حتى التمانينات هم كانوا رؤساء اتحاد طلاب فلسطين أو طلاب فلسطينيين بارزين في الدول الأوروبية مثل عز الدين القلق والهمشري وزعيتر وعشرات غيرهم طب هذا الاتحاد مثلا سنة 1989 لم يجرأ انتخابات رئيس الاتحاد يمكن عمره 70 سنة رئيس اتحاد الطلاب شفت كيف هذا ينطبق الحقيقة على العمال والمعلمين وإلى آخره لم يعد هناك اهتمام بهذه المنظمة أين اتحاد طلاب فلسطين لم يكن يجرأ احد على قسمة اتحاد طلاب فلسطين منذ ان انشئ كان الكل يشارك به بهذا النشاط وكان هو عبارة عن عنوان للقضية الفلسطينية في كل دول العالم لأن الطلاب منتشرين في كل دول العالم الجاليات الفلسطينية ايضا لم يعد هناك من اهتمام جدي بها فالانتفاضة الاولى والثانية احد عوامل نجاح هذه الانتفاضة هو رعاية الجاليات الفلسطينية في الخارج للأسر الفلسطينية الموجودة في الداخل عندما تفقد هذه الاسر رواتبها ودخلها عندما يفقد الطالب الفلسطيني في الخارج على سبيل المثال من يدفع عنه قصة يعني ذويه اللي بتفعر عنه قصة الجامعة وبرتبوله امور معيشته تولت الجاليات الفلسطينية والمجتمع العربي والشعب العربي بشكل عام كلهم في اماكنه تولى القيام بهذا المهم وتولى رعاية الجرحى وتولى كل هذا الكلام هذه الجاليات منذ اوسلو افقد زخمها سابقا كان الشتات الفلسطيني هو العامل الاساسي في استمرار الثورة الفلسطينية اضافة طبعا للنضال المستميط الذي كان يجري في داخل الارض المحتلة هذا الكلام تراجع ولكن انا اعتقد انه منذ يعني سنتين او ثلاث بدأت هناك حركة جديدة وهي حركة شعبية مئة بالمئة منفصلة عن الاطار الرسمي الفلسطيني تدعو الى هذه المقاطعة بالتعاون مع النشطاء العرب والنشطاء الاوروبيين الموجودين بالخارج ومنها ما ورد في عنوين الاخبار عن الاكاديميين وهذه بالمناسبة ليست اول مرة يعني هاليوم هم منزلين الاعلان في الڭارديان ولكنهم سابقا قرروا مقاطعة كل الجامعات الاسرائيلية باعتبارها جامعات صهيونية حتى الاساتيزة الزائرين الذين كانوا نعم حتى في امريكا كان فيها مقاطعة ادبية ما اريد قوله انه يجب ان يتم الاهتمام تماما بعزل اسرائيل دوليا كما عزل الجنوب افريقيا الحراك الذي حدث في البرلمانات الاوروبية انا اعتقد ايضا انه حراك مهم صحيح هو ليس شيء رسمي لانه هو بالبرلمان صار لكن ايضا هذا حراك مهم يجب ان يتم العمل تماما على ملاحقة اسرائيل في الخارج ملاحقة جرائمها تحقيق عزلتها كما تمت عزلت جنوب افريقيا في السابق لانه هذا هو بداية حقيقية لضحر الاحتلال بالكامل ولكن الجزء المتعلق بالداخل وبالوضع الفلسطيني ربما صعب تجاوز يعني طالما هناك فيه اوضاع معيشية واوضاع اقتصادية ومصاريف يعني للتعليم يعني هنا اريد ان اتحدث عن نقطتين النقطة الاولى البعض اعتقد ان هذه الانتفاضة قد تأخرت نتيجة وجود ربع مليون موظف يعملون في اجهزة السلطة الفلسطينية المختلفة انا اعتقد ان مقولة ان الوضع الاقتصادي يؤثر او يؤثر على الانتفاض طبعا ربع مليون موظف هذا الكلام معناه بعيدوا مليون يعني مليون مواطن على الاقل يعني في الضفة الغربية وقطاع غزة انا اعتقد ان هذه المقولة مقولة التفوق الاقتصادي على الوطن مقولة غير غير صحيحة بدليل واحد انه في الانتفاضة الاولى وفي الانتفاضة الثانية كان هناك عشرات الالاف من العمال العرب يعملون في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1948 وهؤلاء كانوا يعملون برواتب عالية بمستوى دخل مرتفع ومع ذلك عندما هبث الانتفاضة لم يتردد كل هؤلاء ان يتركوا هذا العمل وحدث نوع من التكافى والاجتماع وكان هناك المشكلة فقط ان هناك في ذلك الوقت كان هناك حضنة سياسية حضنة سياسية رسمية فلسطينية للانتفاضة وهذا غير متوفر حتى الآن وبما هذا هو الفرق الأكبر وهناك أيضا كان هناك حضنة سياسية عربية شعبية أيضا لهذا الموضوع وهذا الفرق الأهم طبعا هذون العاملين الحقيقة هم الجزء الأساسي اللي علينا أن نحاول أن نرجع نوفرهم لهذه الانتفاضة لانتفاضة الشبان لكن النقطة الهامة أنا أعتقد أنه بالآخر ما هو هدف هذه الانتفاضة وما هي المخاطر اللي ممكن تتعرض لها بشكل أساسي حتى نتابع هذا الكلام ولكن بعض الفاصل حتى لا نقطع الحديث فيه نصفه أيضا فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج أخر طبعا أعود وأرحب بضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ معين الطاهر أهلا وسهلا بك أستاذ معين سنتابع ما كنا نتحدث عنه ولكن لنوسعك البكار بكار النقاش قليلا نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأيام الفلسطينية لماذا يلجأ نتنياهو إلى تزوير تاريخ المحرقة؟ الكثير من الإسرائيليين استهجنوا تصريحات رئيس حكومتهم بن يمين نتنياهو عن تحميل المفتي آمين الحسين المسئولية عن المحرقة بعض ردود الفعل الغاضبة وصلت إلى حد الخجل بل إن صفعة الكبرى جاءت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن المسئولية ألمانية لا مسئولية أي طرف آخر الفكرة التي يحاول نتنياهو تسويقها للإسرائيليين والتي تسيطر على عقله وتصرفاته هي رفض فكرة الانسحاب من الأراضي المحتلة وتحديدا القدس وحتى يقنع الجمهور بها لا بد من إقناعه بأن الفلسطينيين لا يريدون التوصل إلى تسوية حتى لو كانت على أساس حل الدولتين فهو يكرر أن القيادة الفلسطينية رفضت مواقف ستة رؤساء حكومة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام وأنهم لا يزالون يتمسكون بحق العودة وبإزالة إسرائيل ومن هنا جاءت الفكرة العبقرية لربط الفلسطينيين بالمحرقة التي هي من أكثر الأمور حساسية لدى اليهود بمعنى أن الفلسطينيين يريدون منذ القدم إبادة اليهود ولهذا من وجهة نظره لا تكون المشكلة في الاحتلال وعدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة فحتى لو فعلت إسرائيل ذلك لن تحصل على السلام والأمن الشرق الأوسط مصادر فلسطينية خلافاتنا الداخلية بسبب الدور الأمريكي بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن اتفاق المسجد الأقصى بشأن وضع كاميرات مراقبة حديثة حال دون نشوب أزمة بين إسرائيل والأردن ظهرت بوادر خلافات بين الفلسطينيين والأردنيين بعد تصريحات أدل بها مسؤولون فلسطينيون أعلنوا فيها رفضهم للصفقة ورأوا أنها خدمة لأمن إسرائيل مصادر فلسطينية أوضحت للصحيفة أن الغضب الفلسطيني من الاتفاق يعود إلى أن المطلوبة من وزيره الخارجية الأمريكي جون كيري كان أكثر من مجرد اتفاق جزئي على نصب كاميرات واتفاق الكاميرات أو اتفاق الأقصى أو اتفاق كيري لم يحظى بقبول فلسطيني على نحو عام لا لدى السلطة فحسب ولم تخفي المصادر أن سلطة الفلسطينية غير راضية عن اتفاق الكاميرات وقررت المضية بالتصعيد على الأرض لكنها أكدت للصحيفة أنه لنية للتصعيد مع الأردن وبحسب المصادر فإن سلطة تضع شروطا للهدوء على نحو عام من بينها عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 في المسجد الأقصى ووقف الاستيطان ولجم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين والإفراج عن معتقلين قبل إطلاق عملية سياسية شاملة مرجعيتها القرارات الدولية وتحدد وقتا لإنهاء الاحتلال وتبعت المصادر القضية هي حل شامل ونهائي لا حلول مشتزأة هنا وهناك القضية ليست كاميرات وحواجز كيف تفسر حضرتك بشكل برأي خاص موقف نتنياهو وتصرف نتنياهو وهذا التصريح بأن المفتي الحاج الحسيني هو المسؤول وهو المحرد على المحرقة أنا أعتقد أن نتنياهو بالأساس يريد تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية كل شيء يريد أن يقول للإسرائيليين وللعالم أنه لن يستطيع أن يتعايش مع الفلسطينيين وأنه لا توجد هناك أي إمكانية لتحقيق أي تقدم في عملية السلام معهم هذا هو الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو محاولة لحرف الأنظار عن ما يقوم به في القدس وفي المسجد الأقصى وفي الأراضي المحتلة محاولة لحرف القضية الأساسية هناك قضية احتلال للأراضي المحتلة لكي يقول أن الفلسطينيين هم الذين حرضوا هتلر على القيام بهذا يعني هذا للرأي العام الأوروبي مواجه برأيه أكثر مما هو مواجه للرأي العام الداخلي لديه هو مواجه للرأي العام الأوروبي وهو مواجه أيضا للرأي العام الإسرائيلي هو انجراف مع اليمين الإسرائيلي الإيمين واليسار الإسرائيلي بالطبيعة الحال. لكنه أيضا موجه للمجتمع الإسرائيلي. حتى يبرر ويقول له أننا نحارب الفلسطينيين. ليس منذ الآن. نحارب الفلسطينيين منذ عشرات السنين. منذ أن حرض الحج أمين الحسيني هتلر على حرق اليهود وذبح اليهود. فهم المسؤولون حتى عن حرق أجدادنا وعن التصرفات النازية التي قامت بها. ومحاولة للرأي العام العالمي. ليقول بأن الفلسطينيين هم حلفاء النازيين في هذه الحالة. نعم. في موضوع الاتفاق. اتفاق الكاميرات. اتفاق كاري. اتفاق الأقصى. له أسماء كثيرة. حتى الآن المشكلة أين تكمن في موضوع الكاميرات وفي موضوع أيضا هذا الاتفاق ببنوده كلها. ثم إلى أي حد ممكن أن تكون مسببا لكل العلاقات المتوترة مع الأردن؟ أنا لا أعتقد أن المشكلة هي مشكلة كاميرات. المشكلة الأساسية أن نتناول القضية الفلسطينية من زوايا جزئية. وهذا يعني أننا سنبقى ندخل في دوامة من التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. والشيطان دائما يكمن في هذه التفاصيل. من التفاصيل وتفاصيل التفاصيل إلى ما لا نهاي. وهذا ما يحدث الحقيقة منذ بداية القضية الفلسطينية حتى الآن. منذ بداية القضية الفلسطينية حتى الآن. أنا أتحدى أن أنها توجد سنة واحدة على مدار عشرات هذه السنين. لم يكن هناك بالون للحل. مشروع للحل. مشروع للتهدئة. مشروع للدعوة منذ أن دعى الزعماء العرب الفلسطينيين إلى وقف الإضراب العام سنة 1936. ومشروع بيل. ولكونت برنادوت. وروجرز. وسيسكو. وربعية. وأوسلو. وعشرات ومئات المحاولات والمبادرات. وتفسد. طبعا. لأن هذا هو الحقيقة المطلوب منها جميعا. قضية الكاميرات. أنا أعتقد هي محاولة لاستبدال الحل الفعلي والحقيقي. وهو المتعلق بضحر الاحتلال دون قيد أو شرطه. ومعاقمته على جرائمه بأمور تفصيلية. المشكلة في الأخصى. لا تكمن في أن نضع كاميرات أو لا نضع كاميرات. المشكلة في الأخصى تكمن. أن هناك احتلال إسرائيلي. ليس للأخصى فحسب. وإنما لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الاحتلال الإسرائيلي. يعني أن يذهب. علي أن يندحر دون قيد أو شرط. لا. لماذا التركيز على الكاميرات؟. وكأنه باقي شروط هذا الاتفاق 100% سليما. لأنه الهدف الأساسي هو محاولة تهدئة الأمور. نزع فتيل للانتفاضة. ليس الهدف على الإطلاق. محاولة إيجاد حل. وموضوع الكاميرات بالمناسبة. بالأمس حاولت الأوقاف الأردنية في المسجد الأقصى أن تضع كاميرات. رفض الإسرائيليون ذلك. لأن موضوع الكاميرات سيجر. من الذي سيراقب هذه الكاميرات؟. من الذي سيستفيد مما تبثه؟. إلى أي مكان سيبث ذلك؟. نتنياهو قال أنه موافق على تركيب الكاميرات. لأنه سيتمكن من معرفة هؤلاء المحرضين. ويقصد بذلك المرابطين وهو الرابطات في المسجد الأقصى. الطرف الأردني ربما قال أنه يريد أن يركب هذه الكاميرات. هذا الاقتراح. لماذا الأردن؟. هذا الاقتراح بحد ذاته أنا أعتقد. والموضوع بحد ذاته. كذلك تماما. وهو يماثل اقتراحات السلطة الفلسطينية التي تهدئت الانتفاضة. بع الفارق أن جاء الاقتراح الأردني ككاميرات. كشيء مباشر. هذه الاختراحات كلها محاولة للالتفاف على ما يحدث في داخل الأرض المحتلة. محاولة للالتفاف على الانتفاضة. مثلا على سبيل المثال. عندما تقول السلطة الفلسطينية أيضا. أنها حتى تهدئ الانتفاضة. تريد أن تعود الأوضاع في الأقصى إلى ما كانت عليه سنة الألفين. طبعا هذا كلام. دعني فقط أقرأ بعض الأشياء. هناك تصعيد طبعا. وسط تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية. مفادها أن وزير الخارجية الأمريكي يضغط عبر الأردن ومصر من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. بالعودة إلى طاولة المفاوضات. أيضا. الشرط الأول هو المطالبة للعودة إلىها. هو المطالبة بإرسال مراقبين دوليين إلى المسجد الأقصى. والثاني عودة الأوضاع إلى الحرم القدسي إلى ما قبل العام ألفين. ووقف دخول المستوطنين إليه. وتمثل الموقف الشرط الثالث بوقف البناء في المستوطنات. أيضا. أنا أعتقد أن هذا الموقف أيضا موقف خاطئ. لأنه يعيدنا مرة أخرى إلى دائرة المفاوضات. يعيدنا مرة أخرى إلى بحث تفاصيل. تفاصيل لا لزومة لها. المسألة أبسط بكثير من ذلك. المسألة أن هناك احتلال يجري في داخل الأرض المحتلة. هذا الاحتلال مستمر منذ سنة 1967. لا أريد هنا أن أتكلم عن فلسطين التاريخية. 48. أريد أن أركز على هذا الجانب. هذا الاحتلال موجود. هل هذا الاحتلال شرعي أو مش شرعي؟ إذا مش شرعي يطلع. هل هذا الاستيطان شرعي أو مش شرعي؟ إذا مش شرعي يفكك. بدون الدخول بهذه التفاصيل. يجب أن يكون الموقف الفلسطيني والموقف العربي موقف واضح. وهو أن هناك احتلال لا يجوز أن يكافع على ثمن احتلال. وهدف الانتفاضة ضحر الاحتلال دون مفاوضة دون قيد أو شرط. على هذا الاحتلال أن يذهب. أن ينتهي. الأمريكان عندما فاوضوا الفتناميين كانوا يقولوا للفتناميين ماذا تريدوا؟ قالوا هم بدنا نسحاب القوات الأمريكية. طب شو بتكم تعملوا الفتنامي الجنوبية؟ قالوا ماذا شيء الشعب الفتنامي بيقرره؟ طب إيش بدو يصير فيه ترتيبات؟ هذا بعدين. إذا بدنا نبدأ ندخل في مسألة المفاوضات نبدأ ندخل بمسألة الأمن ومسألة الحدود. حندخل بمليون مسألة كما هو حادث الحقيقة منذ عشرات السنين. شفت كيف؟ لن نصل إلى نتيجة على الإطلاق. الاستراتيجية الحقيقية البديلة للشعب الفلسطيني هي استراتيجية ضحر الاحتلال وانسحاب الاحتلال دون قيد أو شرط. هناك مسألة واحدة على المجتمع الدولي والمجتمع العربي والمجتمع الفلسطيني. أن يقرر ماذا سيحدث بشأن هذا الاحتلال. على الاحتلال. حدثنا سأقول بأن المفاوضات غير مفيدة. لابد من الاستمرار بالانتفاضة. لابد من الاستمرار بالانتفاضة حتى يتم ضحر الاحتلال دون قيد أو شرط. حضرتك أيضا تكتب كتابة مقال قرأت أقتبس عن هذا المقال. ثم تفارق كبير بين عسكرة الانتفاضة الفلسطينية. وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومة المسلحة كشكل من أشكال نضاله المشروع للتحرر من الاحتلال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الحقيقة يعني يبدو... وعسكرة الانتفاضة أو حق الشعب في ممارسة المقاومة المسلحة نعم. أولا الشعب الفلسطيني الحق في ممارسة كافة أشكال النضال. يعني هذا كمبدأ عام. في كل مرحلة هو يختار منها الشكل المناسب أو يكون لكل مرحلة شكل رئيسي. وجود شكل رئيسي لا ينفي على الإطلاق استخدام الأشكال الأخرى. وسأوضح ذلك الحقيقة بالتفصيل. ما أقصد أنا بعسكرة الانتفاضة. لا أقصد على الإطلاق المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيون. أنا ما أقصد بعسكرة الانتفاضة. هو بعض المظاهر السلبية التي حدثت في نهاية الانتفاضة الثانية. هو وجود مجموعات مسلحة ونخب مسلحة ضمن الفعاليات الجماهيرية في داخل المدن أو القرى. خلال مراسم تشييع الشهداء. وجود هذه النخب المسلحة تعني أن هذه الانتفاضة ستتحول إلى انتفاضة نخبة. ستكتفي الناس بالجلوس في البيوت والدعاء لها بالانتصار. ليس بسيك. الانتفاضة هي فعل لماذا؟ الانتفاضة هي فعل جماهيري اجتماعي على هذه اللجان التي تقوم بالانتفاضة عندما تتشكل. لجان حراسة للقرى لجان اجتماعية. لجان اقتصادية. لجان ستدير مختلف شؤون الحياة اليومية. إذا كانت هناك نخب مسلحة تسيطر على هذا المجال. أين ذهبت الفعاليات الشعبية؟ الانتفاضة بطبيعة العام هي انتفاضة جماهيرية كاملة على كل قطاعات الجماهير. نساء. رجال. شباب. شيوخ. كل القطاعات أن تكون مشاركة وفاعلة في هذا الانتفاضة. العمل المقاوم. العمل المسلح هو عمل سري. سري بالكامل. لا علاقة له بهذه الفعاليات. هو للرد على جرائم العدو. للرد على اعتداءات العدو. وفي عمق العدو. وليس أمام فعاليات الانتفاضة. أنا لا أتخيل منظر أن يكون هناك رجال يرشقوا الحجارة أو قنابل ملوتوف على سيارات العدو أو على مستوطني. ثم يأتي مسلح ويطلق بضعة طلقات. هذا لا يجوز. هذا ما أخصده هذه فوضى واستعراض. نعم. هذا فوضى واستعراض. ولا يجوز أن تحل مجموعات مسلحة أو نخب مسلحة في داخل المدن والقرى. بديل عن الفعاليات الجماهيرية الشعبية في إدارة شؤون. يعني تقصد حضرتك لابد من تنظيم. يعني هذا الوجود المسلح. أنا أريد. لوجود المسلح لابد أن يكون له عمليات في عمق الله. العمل المسلح عمل سري. غير علني. غير معروف على الإطلاق من يقوم به. حتى أقول لك إذا جاء العدو لإعتقال مجموعة مسلحة. من حق هذه المجموعة أن تدافع عن نفسها. ولكن قبل ذلك أنا أقول أن على الجماهير أن تحاول حماية هذه المجموعة. بوضع عراقيل أمام قوات الاحتلال المتقدمة. محاولة تهريب هذه المجموعة. يعني حتى تلافي الاشتباق قدر الإمكان. حتى يعني في داخل هذه المناطق. ما أريد أن أقوله يعني أنا سأعطيكي مثال آخر. أنا ذهبت في زيارة إلى جنوب لبنان. أكثر من مرة. يعني لما باجع لبنان. بطلع على الشقيف وعلى الجنوب. بروح على الشريط الحدودي كامل. لم أشاهد منظر عسكري واحد للمقاومة في جنوب لبنان. ما شفت. بتحدى أي حدا يروح على جنوب لبنان. يشوف. إذا بقدر يشوف سيارات عسكرية مثلا لحزب الله على سبيل المثال. أو وجود عسكري مسلح لحزب الله في الشوارع أو في المدن. أو على الشريط الحدودي. أو حتى يقدر يعرف وين نقطة المراقبة هي موجودة. وين هي موجودة. العمل المسلح وهذا وحزب الله موجود على أرضه. وأرض محررة. في الداخل الفلسطيني يجب أن يكون ضضع حكذا. لا يجب على الإطلاق أن يكون هناك أي مظاهر مسلحة في داخل الفعاليات الجماهرية للانتفاضة. العمل المسلح هو في عمق العدو. للرد على جرائمه. للرد على أتداءه. بكرة العدو. راح عمل جريمة في إحدى القرى. في إحدى المدن. قتل مجموعة من الفلسطيني. تبدون أن يعمل جريمي. هو عمل جريمي أساسا بـ 48. هو عم بعمل جرائم كله. هم سلف كثير. فكيف عملك عمليات تثبت؟. في داخل العمق الإسرائيلي. هذا ما أقصده بهذا. هذا ما تقصده. لا. توضيح جيد. يعني أنه فصل وتنظيم العمل. يعني بين مدني وبين أسرائي. وعدم إبقاء الانتفاضة كانتفاضة نخبة. يجب الانتفاضة أن تكون انتفاضة مهرية كامل. يعني عندما تكون انتفاضة لابد أن تكون انتفاضة شعبية. هذا هو المقصود. تسمية أخرى ربما إذا كانت في موضوع عنه. حاليا يعني كيف يمكن قراءة أستاذ معين يعني موضوع ما يجري في العالم العربي حاليا من تغيرات. يعني رئيس الاستخبارات الفرنسية يقول أنه انتهى شكل الشرق الأوسط الذي نعرفه. يعني ساكي سبيكو انتهى. هذا ما يقصده على الأرجح طبعا. برأيك يعني كيف يمكن انعكس هذا كل ما يحصل في العالم العربي على القضية الفلسطينية. وحاليا على الانتفاضة الجارية حاليا في فلسطين. يعني أولا يعني يمكن المواطن العربي الوطني والقومي يكون سعيد أنه ينتهي سايكس بيكو. حضرورة. ولكن حتما يعني هذا يكمل. مش لا تقرز الصلاة في كمال إلى الكلام. ولكن حتما بده أن سايكس بيكو ينتهي باتجاه وحدة عربية. باتجاه نقلل عدد الكيانات العربية. مش نزيدها. باتجاه أنه الوضع العربي يصير موحد. مش يزداد انقسام ويزداد تفتت. هذا الحلم العربي الدائم أنا بأعتقد. وهذا حلم لا شك سيتحقق في لحظة من اللحظات. طبعا نحن نواجه مخاطر أساسية في الوضع العربي. من هذه المخاطر اللي لازم نتعلم منها دروس أساسية. من هذه المخاطر المحاولات التكفير والدعشنة واللي بتقودنا. جبهة النصرة وجيش الإسلام. حتى لا يختصر. يعني فقط أنه موضوع الإرهاب فقط في داعش. والفئات الباقية يعني يعني أنا أنا بقول بكل أي حدا بحمل فكر تكفيري إقصائي إنقسامي إقصائي وبيحاول أنه يكرس نمط آخر نمط مختلف من الاستبداد الموجود في في أماكنه. هذا طبعا لشك يجب يعني أن تتم محاربته. ولكن بنفس الوقت أنا بعتقد أنه يجب أن تتم محاربة كل أشكال الاستبداد والإقصاء والفساد الأخرى الموجودة في العالم العربي. لأنه بدون ما يكون المواطن العربي حر وبحرية كاملة ما بقدر يحقق آماله وتطلعاته لا باتجاه بناء الحلم العربي ولا حتى باتجاه بناء المشروع الوطني الداخلي في بلده. أنا أنا أتأمل الحقيقة أنه أن نصل إلى مرحلة جميعا نقر فيها بأنه هذه الحروب الأهلية لابد من إيجاد حل سياسي لإلها. يمكن بالتجربة اللبنانية سابقا بالحرب الأهلية اللبنانية كل طرف من الأطراف عاش أشهر وسنوات على وهم أنه قادر يحقق حسام عسكري. الحركة الوطنية والمقامة الفلسطينية بلحظة من اللحظات كانت تعتقد أنها قابة قوسينة أو أدنى من تحقيق حسام عسكري. بشير لجميل إجعدت بابة إسرائيلية وإعتقد أنه أنهى كل شيء. أعتقد أنه المعرك انتهت وخلصت. ما حدا يحقق هذا الكلام. لابد من الوصول في هذه الدول العربية بشكل عام. وخصوصا الدول التي فيها تعددية كبيرة. وحتى في الدول الأخرى لابد من الوصول إلى نبز أي حالة من الإقصاء. إقصاء الآخر. والتعلم على كيف نعيش مع بعض. يمكن هنا الانتفاضة تلعب دور. أنه ترجع تذكر الناس أنه في قضية مركزية مفروض تكون للأمة العربية. هذه القضية المركزية مش شعار نظري. هل تستفيد حالياً هناك كلام قرأت هذا الكلام بأن روسيا لم تأتي إلى المنطقة فقط لتكون موجودة في سوريا فقط. فهي لتكون موجودة في المنطقة ككل. وبالتالي ممكن أن يكون هذا ما يتم الحديث عنه ربما من تغيير لسايكس بيكو. هناك من يقول لا بالعكس ستبقى الحدود كما هي حفاظ لن يكون هناك من تقسيم إن كنت تلمح إلى هذا الموضوع يعني خلينا أقولك أنا بعتقد بشكل عام بالوضع الدولي أنا بعتقد أن أمريكا تتراجع وأن مجيء روسيا لسوريا أول هي موجودة لكن وسعت مشاركة العسكري يعني العملته بالأسابيع الأخيرة شكل صدمة شكل مفاجأة كبيرة لمختلف الأطراف والغربية والعربية والآخرين وهذا كان بمثابة إعلان بأنه هناك أطراف أخرى على الساحة الدولية تستطيع أن تؤثر في مجال الوضع اثنين بالشكل العام بالسمى العام من الوضع الدولي الدول الإقليمية أيضا أصبح لها دور أساسي في التأثير في مجريات الأمور ما عدتش أمريكا بالزمانات كان إذا صار مظاهرة في دولة عربية كان ممكن تنزل قوات إنجليزية حتى تخمع هذه المظاهرة أو يصير في تدخل عسكري أمريكي هذا الوضع أنا أعتقد أنه انتهى كليا ما آملوا أنه يكون التدخل هو انتهى لأنه ما عدت في تدخل ولا بطل ينزلوا التظاهرات بالعالم العربية لا انتهى لأنه أنا أعتقد أنه الأمريكان في حال التراجع هو في حال التراجع يملكون وطحين ووقعيين كما تحب أن تكون هل هو تراجعت أمريكا أم بقى لديها اهتمامات أخرى في أماكن أخرى وما عادت الشرق الأوسط أولوية لا لا يا ستي لا تحافظ على إسرائيل ومصالح إسرائيل شو في أمريكا اللاتينية شو وضعها بأمريكا اللاتينية ما تتراجع شو وضعها بالهند وفي الصين شو وضعها بإيران هم تتراجع بكل محل يعني فيه نوع من التراجع نوع من انتهاء فترة المحافظين والقطب الواحد الموجود في العالم هذا ضعف إسرائيلي ضعف أمريكي أيضا في ظهور روسيا الآن عم ترجع تلعب دور مختلف تماما عن دورها في مرحلة يلتسن على سبيل المثال هذا الكلام الآن يجب أن يدفعنا الحقيقة للاختناع أو يدفع أطراف مختلفة للاختناع بأن محاولاتها لإحراز حسم أو إحراز تقدم أو تقسيم هذه المحاولات يجب أن تنتهي ويجب أن نقتنع جميعا بأنه لابد أن نصل إلى حل سياسي قائم على مبادئ الوحدة أولا وحدة الأمة وسينعكس على الانتفاضة بشكل جيد نختم بهذه الفترة لا شك أنا أعتقد أن الفلسطينيين مهمتهم كانت طول المرحلة الماضية في هذه الانتفاضة الإبقاء على جزمة القضية الفلسطينية مشتعلة حتى يتمكن الوضع العربي مرة أخرى من استعادة القضية الفلسطينية كقضية مركزية وبالتالي كيف يمكن كيف يمكن الاستفادة من هذه كيف يمكن على الشعب الفلسطيني أن يستفيد من هذه المرحلة التي تمر بها الضعف يعني إسرائيل وأمريكا حسب ما خضرتك عم تقول يجب على الشعب الفلسطيني أن يستمر في انتفاضته يمنع محاولات الالتفاف عليها يمنع إجهاضها يسعى بالتعاون مع كل الشرفاء في المنطقة لتقوية أواصرها لاستخدام كل أشكال النضال المتاحة والمشروعة لإلو لتحقيق عزلة إسرائيلية دولية حتى يقبل حق يختحر احتلال كامل بدون ما يرجع يدخل في دوامة المفاوضة آخر سؤال أليس هناك من خوف على هذه الانتفاضة طالما يعني لا قيادة لها لا إطار موحد بهذه الانتفاضة ما زالت تيك يعني بشكل عفوي لا بالعكس أنا بخاف أنه يجي حدا بكرة يقول أنا قيادة الانتفاضة هذا لا أنا بخاف منه لأنه أنا أعتقد أنه هذه الانتفاضة اللي أطلقوها هؤلاء الشباب يجب أن تبدأ تشكيل قيادتها من تحت لفوق مش من فوق لتحت وبهذه الطريقة نقدر نحافظ على الانتفاضة ونمنع أي حدا يحاول يستغلها أو يجني مكاسب سريعة فيها ويعمل فيها زي ما صار بالانتفاضة الأولى وبالانتفاضة التانية للأسف انتهى الوقت الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ معين الطاهر شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة